حياتك لما بتتكلم بتتكلم من القلب ومصدقية ويمكن سأعناك وانت بتتكلم عن قضية الصناعة الوطنية خاصة ملف شركة الكوك ويمكن سيادة الرئيس لكل من سمعه لما جاي يتكلم عن شركة الكوك قال اعمل حلقات بيقول لي اعمل اكتر من حلقة ونشوف الموضوع سيادته عايز يسمع وعايز يشوف كل وجهات النظر انما يا فندم السيد وزير قطاع الاعمال على طول اطع وقال لك لا ده الشركة القابدة للصناعات المعدنية خدت قرار بتطبيق شركة الكوك تصفي علي اساس يا سيدتي الوزير طلبت منك يا فندم تيجي في مجلس النواب وتواجهني بس وانا عندي مساندات تقول ان شركة الكوك كسبانة 114 مليون لغاية فبراير اللي فات ولو سنت لغاية 36 حيبقى كزا وعندك عروض عندك عروض بمليون طن سنويا من الجزائر وتاتا الهندية وشركة انجليزية والسوق المحلي محتاج لان احنا بنستورد من برا يمكن من فترة بمية وخمسين مليون دولار كوك للسكر والمسبوكات ولل حديد والصلب الشركات الخاصة النهار ده بيقول وصل لنص مليار طب ما انا صال الله يا فندم الامكانية موجودة ده كل المبلغ اللي مطلوب ستمية وخمسين مليون يورو حنبني مصانع الكوك دي هتبقى حاجة عظمة وعندنا البنوك اللي هتدي وفايدة 4% وحنسد البنوك في سبع سنين وحنكسب 261 مليون يورو في السبع سنين بعد السبع سنين كل ده موجود وفي حصاءاته والشركة حتى الشركة الالمانية اتزل كلام ومع ذلك شوف يا اخي الرئيس سيادته بيقول ايه وشوف التاني بتتصرف ازاي طب يا سيدة رئيس الوزراء سايب الرجل ده ازاي يا فندم ده 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 شركات مصر ده دم مصر ده جهده عمال من سنوات من الستينات هو بياخد قرار ساعته كده واحنا عاديين نتفرج من فعش فانا بتمنى بالفعل وحنبدأ من بكرة ان شاء الله الحلقات اللي قال عليها سيدة الرئيس هنجيبه جهة النظر والناس تتكلم بصراحة وبوضوح لاني صانع القرار لديه من سعة الصدر عايز يسمع كل حاجة فانا بقول للناس اوضاعنا الاقتصادية صعبة صحيح بندفع فلوس كتير صحيح انسحب من عندنا حوالي عشرين مليار دولار ده العبارة